اشتركوا في القناة راح تخف الرطوبة ويتحول الهوى الى شمالي غربي يوم الثلاثة ان شاء الله راح يكون اول النهار خفيف لما اعتدل لكن راح ينشط باتشر بالليل الطقس الحالي في مدينة الكويت طقس حار ورطب نسبي درجة الحرارة الحالية 42 درجة مياوية رطوبة نسبية 23% الرؤية الفغية 7 كيلو والهوى جنوبي سرعتها 13 كيلو متر فيها الساعة نتغل معكم الى صورة الغمر الصناعي نلاحظ ان هناك بعض الغيوم على شمال وشرق دولة الكويت راح تستمر معنا الغيوم هذه الى باتشر ان شاء الله وخريطة توزيعة الضغط تبين المخفض الهند الموسمي رد اتماسك شوية راح يعطينا باتشر حوايا الشمالي غربي مثل ما قلت راح ينشط بالليل راح يكون خفيف لما اعتدل ينشط على فترات مثير الغبار خاصة على المناطق البرية الطقس المتوقع لهذه الليلة راح يكون طقس حار نسبي وايضا راح تكون موجودة الرطوبة شوية على السواحل خاصة السواحل راح يتحول الهواء الى جنوبي غربي تخف الرطوبة ان شاء الله درجات الحرارة راح تكون في اواخر الثلاثينات منتصف الثلاثينات على المناطق الساحلية والجزر وباتشر الصبح ان شاء الله راح يتحول الهواء الى شمالي غربي درجات الحرارة منتصف الثلاثينات وطقس حار نسبي راح يكون الهواء خفيف الى معتدل شمالي غربي خفيف الى معتدل ما بين عشرة الى ثلاثين كيلومتر في الساعة راح يشد الهواء خاصة على المناطق البرية راح تكون سرعتها ما بين عشرة الى ثمانية وثلاثين كيلومتر في الساعة درجات حرارة باتشر راح تكون مرتفعة وطقس شديد الحرارة قد تصل درجات الحرارة الى خمسين درجة مياوية واعلى من ذلك خاصة في المناطق البرية بعد الظهر راح تنخفض درجات الحرارة راح تكون ما بين ثمانية وربعين لتسوعة وربعين درجة مئوية والهواء راح يكون مثل ما قلت نشط مثير الغبار على المناطق البرية لكن البحر راح يكون الهواء خفيف الى معتدل ما بين عشرة الى ثلاثين كيلومتر في الساعة باتشر بالليل ان شاء الله راح ينشط الهواء على معظم اجزاء دولة الكويت خاصة المناطق البرية ايضا نشوف المناطق الساحلية والبحر الهواء راح يكون نشط عليها يصل الى أربعين أو خمسة واربعين كيلومتر في الساعة البحر راح يكون خفيف لمعتدل ينشط على فترات ما بين ثلاثة الى ستة أغدام حالة البحر متوقعة خلال 24 ساعة الغادمة الليلة راح يكون خفيف لمعتدل الموج ما بين اثنين الى اربعة أغدام باتشر ان شاء الله من المساء راح يتحول راح ينشط الهواء الشمالي الغربي راح يكون ما بين ثلاثة الى ستة أغدام المدى الاول الساعة ثنتين وسبع دقائق بعد منتصف الليل المدى الثاني الساعة ثناش وثلاثة وعشرين دقيقة ظهرا الجزر الاول الساعة سبع واربع دقائق صباحا الجزر الثاني الساعة سبع وسبع دقائق أو ثمان عفوا وسبع دقائق مساء موعدة للفجر إن شاء الله الساعة 23 دقيقة شروق الشمس الساعة 54 دقيقة قروب الشمس الساعة 56 دقيقة أما تقسم التوقع خلال الخمسة أيام المقبلة من الثلاثة إن شاء الله الصبح راح يتحول الهوى إلى شمال غربي لرطوبة راح تخف بالليل راح ينشط الهوى وراح يكون مثير للغبار خاصة على مناطق المكشوفة والبرية درجات الحرارة راح ترتفع من يوم الخميس 50 درجة مئوية متوقعة في مدينة الكويت وأكثر من ذلك خاصة في الممكن البرية الصغرى راح تنخفض إلى 34 درجة مئوية يوم الأربعة والخميس راح يكون الهوى الشمالي غربي نشط وطقس مغبر وحار أو شديد الحرارة 48 إلى 49 درجة مئوية متوقعة تنخفض الصغرى إلى ما بين 33 إلى 36 درجة مئوية حالة البحر راح تكون معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 إلى 6 أقدام يصل إلى 7 أقدام خاصة بالأماكن البحرية المفتوحة يوم الجمعة إن شاء الله راح يتحول الهوى أو راح يكون متغلب إلى شرغي سرعتها ما بين 6 إلى 28 كلمتر في الساعة يستمر معنا إلى يوم السبت يوم السبت إن شاء الله بالليل راح يتحول الهوى إلى شمالي غربي يوم الجمعة والسبت راح تزيد الورطوبة النسبية بسبب الرياح الشرغية درجات الحرارة راح تكون 46 و47 هم طقس شديد الحرارة راح يكون وتنخفض الصغرى ما بين 30 إلى 30 درجة مئوية كانت هذه النشرة الجوية ننتقل معكم الآن إلى الطقس المتوقع ودرجات الحرارة حول العالم والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر